موسيقى أهلا بكم إلى المشاهدية وتتابعونا في مشاهدها بعد كشف رويترز عن لقاءات سورية تركية على مستوى قادة الأمن بدفع روسي مسؤول في حزب العدالة والتنمية يؤكد استعداد أردوغان للقاء الأسد بعد تغير الظروف ففي أي مرحلة أصبح تطبيع العلاقات بين الدولتين إلغاء ألف الرحلات الجوية في فرنسا بسبب إضراب المراقبين الجويين أي صورة سيرسمها التضخم في أوروبا وسط استمرار الصراع في أوكرانيا أربعون عاما على مجزرة صبر وشتي لوسط غياب المحاسبة وأهالي الشهداء والناجون والمتضامنون يحيون الذكرى لتأكيد عدم تمصها فمتى تتحقق العدالة؟ موسيقى إذابت جليد أم أبعد هو مضمون لقاءات رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك كما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر وفق المصادر التركية فإن لقاء فيدان مملوك بحث إمكانية عقد لقاء على مستوى وزيري الخارجية لتجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاقات مرضية للجميع بدفع روسي ما كان مستحيلا إذن قبل أعوام بات ممكنا اليوم وهذه هي صحيفة حريات تقول إن الرئيس رجب طيب أردغان أبدى رغبة في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لو أنه حضر قمة منظمة شانجهاي في أوزباكستان كلام الصحيفة أكده القيادي في حزب العدالة والتنمية أورهان ميري أغلو لسبوتنيك حيث سوغ توجه أنقر الجديد بتغير الظروف بعدما حافظ الرئيس الأسد وحزب البعث السوري على قوتهما في سوريا رغم الحرب والأزمة التي تواجهها البلاد تغير الظروف فوق المسؤول التركي جاء بعدما صارت الوقائع على عكس رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حل من دون الأسد في سوريا وعلى هامش الوسطات التي تقودها روسيا وإيران فإن ملفات معقدة تنتظر الحل قبل تطبيع العلاقات من مصير المسلحين واللاجئين إلى المسألة الكردية والمياه التي كانت سببا في شن الخارجية السورية هجوما اليوم على أنقرة أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين اثنين أولا ماذا تبقى أمام تطبيع العلاقات التركية السورية ثانيا أي دور تؤديه روسيا وإيران في تدليل العقبة نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما مع ضيف المشهد الساخن الباحث في العلاقات الدولية بسام أبو عبدالله أهلا بك أستاذ بسام إذن رويترز قالت أن اللقاء جرى على مستوى المخابرات بين تركيا وسوريا هل يمكن أن نعتبر هذا اللقاء الشوط الأخير أمام تطبيع النهائي للعلاقات بين البلدين أم أن الشوط الأول ويأتي لبحث العقبات وتذليلها قبل الحديث عن العودة لتطبيع العلاقات مساء الخير اختيارة طبعا ما من شك أنا لا أعتقد أنه الشوط الأول يعني ما ذلنا في بداية الشوط الأول من هذا المسار الطويل والمعقد والصعب ولكنه ما من شك أنه يعني مسار مهم الحوار هو الحل الوحيد بين البلدين هذا الكلام قلناه على شاشة الميليين مرارا وكتبنا مقالات كثيرة حول هذا الموضوع الآن هل هذا المسار معقد وملئ بالعقبات؟ طبعا لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا المسار سهل لكن المعلومات التي تتدفق اليوم بالذات على الأقل وخلال الأيام الماضية وخاصة موضوع لقاء بين اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني وسيد حقام فيدان رئيس جهاز الاستخبارات التركي والذي طبعا أكدته مصادر مختلفة في دمشق لا يوجد تعليق حقيقة كي يكون صادقا وحتى جهاز المخابرات التركي لم يعلق على هذه المعلومات ولا وزارة الخارجية لم يعلق أحد على هذا اللقاء لكن وفق بعض المعلومات يبدو أن هذا اللقاء حدث في دمشق وهي طريقة بالطبع دمشق لا تتحدث سياسيا حتى الآن ولا يوجد ردود أفعال لكن الطريقة والعادة أن أجهزة الاستخبارات هي التي تمهد خارط الطريق مبدئية للعمل خاصة وأنها بعيدة عن الأنظار وبعيدة عن الإعلام ثم يمكن أن نرى تحركات سياسية والدبلوماسية لاحقة لذلك أميل إلى تصديق أن اللقاء حدث وهو ليس اللقاء الأول بالمناسبة بين جهزة الاستخبارات السورية والتركية ولكنه لقاء هام في هذه الفترة خاصة إذا كانت قد صدقت الأخبار بأن السيد في دان كان في دمشق لكن المعلومات التي استقيتها بشكل شخصي من تركيا تؤكد أن هذه الاجتماعات حدثت في دمشق نعم دون أن تؤكدها المصادر السورية بالطبع ولكن هذه بداية الطريق وإذا أردنا أن نرخص فهي بداية الشوط الأول من هذا المسار الذي يبدو أن كثير من الأطراف تريد أن يفتح الطريق فيه ولكن أيضا هناك أطراف عديدة تريد أن تعرقل هذا المسار على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية السورية اليوم أيضا انتقدت قطع المياه المواطنين بالحاسكة من قبل المحتل التركي والمنظمات الإرهابية التابعة له بحسب بيان الخارجية السورية بالتالي هناك مشهدين متناقضين الآن الدفع باتجاه تسوية واللهجة الحادة تجاه الوجود التركي في سوريا كيف يمكن أن نفسر هذين المشهدين المتناقضين هو العمل على المسار الدبلوماسي أو هذه اللقاءات لا يعني تذليل العقبات هناك أعتقد أن المطالب السورية هي واضحة ومعلنة وأعتقد أن السيد وزير الخارجية الدكتور فيس المقداد كان قد أشار إليها في زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه مع السيد لافروف السوريون يريدون كلاما تركيا واضحا فيما يتعلق بالانسحاب من سوريا هذا أولا ثانيا وقف دعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية وكنت قد أجرتي في المقدمة ما هو مصير ألاف المسلحين هو تنظيم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا بالرغم من محاولات الآن تبيض صفحته سواء عبر الأمريكان أو عبر الإنجليز هذا لن يفيد بشيء لأنه تنظيم إرهابي في الأساس ثم ملف اللاجئين وملف المياه والملف الأهم الذي لا يهم سوريا بالمناسبة إنما سوريا والعراق وأعتقد أن وزير الموارد المائية العراقي هو في دمشق لأيضا بحث هذا الموضوع الذي سبق أن بحث من كبال العراقيين وباسم سوريا والعراق ولكن لم تصل إلى النتائج لأن هذه المناطق محافظة الحسكة وغيرها تواجه نقصا حادا في المياه وتستخدم المياه كسلاح لا يجوز استخدامه حتى خلال فترة الحروب بإضافة إلى موضوع قطع الكهرباء ولذلك دمشق على ما أعتقد تريد أفعالا وهذه موضوع المياه أحد هذه المؤشرات نعم دعنا نستعرض معا أبرز المحطات في الدفع باتجاه تسوية بين تركيا وسوريا كل المعطيات أشارت إلى أن روسيا وإيران كانت خلف جميع جهود التقارب السورية التركية سنتابع سريعا المحطات الأخيرة بشأن تمهيد لتطبيع العلاقات بين الجارين الشهر الماضي ذكرت وسائل أعلام تركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الرئيس التركي رجب طيب أردغان خلال قمة سوتي إجراء اتصال هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد وتحدث الإعلام التركي عن اتصالات دبلوماسية من بلد خليجي وآخر إفريقي مع سوريا وتركيا من أجل ترتيب اللقاء بين رئيسي البلدين بعد ذلك مباشرة خرج وزير الخارجية التركي بتصريحات دعا فيها إلى المصالحة بين المعارضة والسلطة في سوريا بطريقة ما لأن أي سلام دائما لا يتحقق من دونها يوم ذاك كشف أيضا عن عقده لقاء سريعا مع نظيره السوري فيصل مقداد في تشرين الأول أكتوبر الماضي على هام شقمة حركة عدم الانحياس في بلغراد وقال إن اللقاء كان عابرا وقصيرا وغير مرتب له سلفا بعد إذن تحدث أردغان للمرة الأولى عن الحوار مع سوريا وكشف عن وجود اتصالات بين أنقرة وكل من تهران وموسكو في هذا الشأن ومن على متن طائرته خلال عودته من كييف أكد أردغان أن هدف تركيا ليس الفوز على نظام الأسد إنما مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفورات أواخر الشهر الماضي تحدث وزير الخارجية السوري فيصل المقدات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لابروب في موسكو وأكد أن روسيا وإيران تقدمان مبادرات لإصلاح ذات البين بين سوريا وتركيا لكنه دعا إلى أن يكون ذلك على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون سوريا ووقف دعم المسلحين والانسحاب من الأراضي السورية وحل قضايا المياه نعود مجددا إليك أستاذ دكتور عفوان بسام أبو عبد الله وأسألك فعليا هذه الوساطة الروسية وأيضا الإيرانية كيف تبلورت؟ هل جاءت برغبة تركية لتطبيع العلاقات مع دمشق أم أنها جاءت بدفع من الوسطاء؟ لا هي أيضا رغبة تركية هناك دفع من الوسطاء ولكن اللقاء الذي أشار إليه وزير الخارجية التركي في تشرين أول 2021 في بيليغراد كنت قد أشرت إليه أنا قبل أسابيع من حديث الوزير التركي على قناة عبر قناة الميادين هذا اللقاء كان نعم عابرا ولكن كان بناء على الحاحل جانب التركي أي وزير الخارجية التركي وهذه نقطة مهمة جدا جرت دردشة عامة فيما يتعلق بضرورة حل المسائل بين البلدين أنذاك ولم يتحدث الحقيقة للطرفين السوري والتركي عن هذا اللقاء الذي أسميه لقاء عابرا ولكن كان بناء على الحاحل التركي فيما بعد اللقاء الهام جدا كان قمة سوتشي في الخامس من أبل الماضي بين الرئيسين بوتين وأردوغان وأنذاك الرئيس أردوغان قال في الطائرة بعد عودته من قمة سوتشي بأن الرئيس بوتين طلب منه أو يعني أنه لا حل إلا بالحديث مع الرئيس الأسد ومع سوريا بعد ذلك تتكرين تتالت التصريحات التركية التي أتت من وزير الخارجية مولود جاوي شيوغلو ثم زعيم حزب الحركة القومية الشريك في الحكومة دولة باهتشلي ثم حياتي يازجي نائب رئيس الحزب واليوم تتتالت تصريحات يبدو أن الأجواء بدأت تتحضر خاصة وأن استطلاعا للرأي العام أود أن أشير إليه أجرية البارحة في تركيا تقيب 65% من الأتراك يؤيدون إعادة العلاقات و35% طبعا لا لكن الملفات المهمة بين البلدين ما من شك أنها كثيرة ومعقدة ولكن أنا أعتقد أن هذا المسار بدأ وسوف يسير بالرغم من كل الصعوبات وهناك بانتظار هذا المسار الكثير من المعاقلين والكثير من المزايدين وهذه نقطة مهمة يجب أن أشير إليها هناك المعارضة التركية التي قد تزايل على الحكومة في هذه المسألة خاصة في ملف اللاجئين لذلك نحن أمام مسار أعتقد أنه بدأ قد يتسارع أكثر ولكن الآن التصريحات كما نرى الرئيسة التركية تحدث عن رغبة بلقاء رئيس الأسد وهو أمر لم يكن ممكن قبل أشهر وهذا الحديث بالمناسبة حديث الرئيس التركي كان أمام الكوادر الداخلية وقيادات حزب العدالة والتنمية يوم الإثنان الماضي في اجتماع داخلي إذن هو تهيئة أجواء سواء بسطل عطر العام تهيئة أجواء قواعد حزب العدالة والتنمية المعلومات التي تحدثت عن أن تركيا طلبت من القيادات تسمي نفسها معارضة في سوريا في تركيا بترتيب أمورها حتى نهاية العام بالطبع هذا سيكون جزء من المحبات السوية ولكن تركيا مثلا إذا كنت تتحدث عن الائتلاف السوري المعارض تركيا نفت أنها طلبت منه أن يغادر أراضيها فماذا سيكون مصيره في ظل أي تسوية مقبلة لم تقل أنها طلبت لكن قالت لهم أننا في اتجاه تعديل العلاقة مع سوريا وعليكم أن ترتبوا أموركم ضمن هذا الإطار هذا ما قيل لهم هذا كلام سوريبا ومعروف أنه ضمن هذا الإطار لأني أتحدث هنا فيما يتعلق بالعلاقة بين سوريا وتركيا لا نتحدث عن شأن الائتلاف ورقة سخيفة لا قيمة لها لأن أولا هؤلاء ليسوا فاعلين على الأرض لاوزنا لهم على الأرض التنظيمات المسلحة تقضى على الاستقبارات التركية وتنظيم جمهة النصرة لا علاقة لهم به إذن هم ورقة محروقة في الأساس حتى تركيا لا تستطيع الاستفادة منهم على الإطلاق هذا الجانب والجانب الأخر أن دمشق ترفض رفضا قاطعا عن التدخل في الشأن الداخلي السوري خاصة فيما يتعلق بمسار العملية السياسية هذا أمر مهم جدا نحن نتحدث عن رؤية استراتيجية للعلاقة السورية تركيا هنا أتحدث عن موضوع المعبر الجغرافي الوحيد لتركيا باتجاه الخليج هنا أتحدث عن موضوع الطاقة والغاز في شرق المتوسط حيث أصبحت تركيا خارج نادي الغاز المصري الإسرائيلي القبرصي اليوناني وبالتالي لديها شريك وحيد هو سوريا هنا نتحدث عن علاقات تركيا بالصين وبإيران وبروسيا ومفتاحها في دمشق لأن الجغرافية تلعب دور فيما يتعلق بهذا الموضوع وأيضا أنا أتحدث عن مسار أكبر بكثير من قضية الإتلاف والقضايا التفصيلية الصغيرة هناك حديث عن كلف تبلغ 2 مليار دولار كلفة وجود الاحتلال التركي والجيش التركي هناك موضوع اللاجئين هناك ملفات أصبحت عبءا على الحكومة التركية الحالية وهي أوراق محروقة لأن الجميع وصل إلى نقطة أن المشروع ضد سويا إسقاط الدولة السورية انتهى هزمة هو بأن رئيس الأسد وشعبه وجيشه وحلفائه انتصروا في هذه الحرب هذا يجب أن يكون واضحا وهذا يحتاج إلى إعادة قراءة الدروس لذلك كل هذا النزول من أعلى الشجرة هو بالتدريج بهدوء طبعا نحن نلاقيه في منتصف الطريق ودمشق لا تنظر بعقلية الانتقام كما يعتقد البعض أنا أعتقد أن حتى فيما يتعلق ببيان حماس البارحة أيضا كل هذه التحولات جزء من إدراك أن عملية إسقاط الدولة السورية قد هذا المشروع انتهى وهذا ما قال عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي للعدالة وتنمية أورهان ميري الذي قال أن أوروبا وواشنطن كان يريدان حلا بدون الأسد لكن ذلك لم يعد ممكنا وأن البعث والرئيس السوري أقوياء رغم الحرب بالتالي هل نحن أمام واقع سياسي جديد أبعد من تركيا بما يخص سوريا بالطبع هناك واقع سياسي جديد سواء داخلي أولا دعيني أقول ما قاله عن موضوع حزب البعث ورئيس الأسد القضية ليست هنا هناك شعب سوري هناك حرب وطنية كبيرة كبرى هناك آلاف الشهداء سقطوا من سوريا ومن المقاومة الوطنية اللبنانية في حزب الله ومن الأصدقاء في إيران ومن الروز هناك معركة شرسة حصلت خلال السنوات العشر الماضية وهذه المعركة التحولية ليست على مستوى سوريا على مستوى العلاقات الدولية وميزان القوى ولهذا الجميع مضطر لأن يعيد النظر في كل مقارباته الولايات المتحدة ما من شك بالرغم من وجودها الاحتلال في سوريا لكن ستخرج يوما ما وأولئك الذين يعولون على واشنطن عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم هذه أمور أصبحت واضحة لكل ذي عقل وبصيرة وبصر الأمور حسمت وسوريا ستعود بالتدريج إلى لعب دورها الأقليمي والمحلي أما موضوع انتصار حزب البعث القضية ليست في انتصار حزب البعث بالطبع حزب البعث جزء من المجتمع السووي وجزء من الشعب السوي وهو قاتل البعثيون كما السويون القوبي والاجتماعيون كما كل السويين قاتلوا في كل مكان دفاعا عن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وأيضا لأن المشروع الآخر الذي كان يستهدف سوريا كان يستهدف تفتيتها بمعنى انهاء سوريا التي كنا نعرفها تاريخيا صحيح أن هذا ما تبقى من سوريا الحالية لأن السوريا الطبيعية هي أكبر من ذلك بكثير ولكن المشروع كان يستهدف تفتيت سوريا إما عرقنا أو لبننا في سوريا وهذا المشروع أسقط بجهود كل الوطنيين السوريين نعم كل شكر لك دكتور بسام أبو عبد الله وأنت الباحث في العلاقات الدولية وكنت معنا من دمشق مشهدنا اليوم من فرنسا ذات الأجواء المقفلة فقد أدى إضراب المراقبين الجويين إلى إلغاء آلاف الرحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت إلغاء أكثر من نصف رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى وعشرة في المئة من رحلاتها الطويلة كما أشارت إلى أنها لا تستبعد المزيد من التأخيرات والإلغاءات في اللحظة الأخيرة نقابة مراقب الحركة الجوية تطالب بزيادة الأجور وسط ارتفاع التضخم وبتعيين المزيد من الموظفين في السنوات المقبلة فهل تتلبد سماء أوروبا أكثر بسبب تداعية الصراع مع روسيا؟ أربعون عاماً وطيف المجزرة حاضر هي صبرة وشتيلة الشاهدة على وحشية الاحتلال الإسرائيلي لكن برغم العقود الأربعة التي مرت فإن اعتراف العالم أجمع بالمجزرة لم يجلب المرتكبين إلى قوس العدالة ومثل كل عام أحيى لبنان ذكرى في منطقة الغبيري ببيروت بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية واللبنانية ووفود أوروبية الحديث أكثر ينضم إلينا رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أهلا بك أستاذ معن ضيفاً في المشهدية ولكن قبل الحديث معك سنتابع هذا التقرير ونعود أربعة عقود مرت على مجزرة صبر وشتيلة والفلسطينيون يواصلون أحياء هذه الذكرى الأليمة لتذكير العالم بالفضائع التي اتكبها بحقهم كيان غاصب يحظى بالحماية على حساب الضحايا فلا الدم مجفة هنا ولا الأوجاع انتفأت أنا هنا لأنني أريد أن أتذكر هذه الأيام عندما كنت أعمل في لبنان في مستشفى خزة داخل مخيم شاتيلاق قبل أربعين عاماً كنت ممرضة عندما حدثت المجزرة لقد شاركت شخصياً في التحقيقات مع فريق من المحامين منذ بضع سنوات لكن ذلك كله ألغي لأن الحكومة البلجيكية غيرت قوانينها كل ما أريده أن يتحقق هو العدالة للضحايا وأسرهم إنه إحياء ووفاء للشهداء والذي ضحوا والذي أسروا ضروري فوراً فوراً المحاسبة إنني متأثرة جداً نحن هنا في لبنان ضمن شبكة دولية تدعم الشعب الفلسطيني وجئنا لنكرم ذكر شهداء مجزرة صبرة وشتيلة وقد زرت أسرهم ورأيت أنهم مازالوا متمسكين بقضيتهم وأرضهم مجازر الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتكرر والذاكرة الفلسطينية تختزن كل هذه الألام التي لا يمكن نسيانها بحسب ما يؤكد الأهالي رغم كل محاولات تمس التاريخ الفلسطيني ورحب بك مجدداً أستاذ معن الخليل أهلاً ومرحباً بك إذن في كل عام تحيي بلدية لغبيري فعاليات في ذكرى مجزرة صبرة وشتيلة لو تحدثنا أكثر عن فعاليات هذا العام يعني السنة مثل السنين الماضية دائماً الوفود الأوروبية التي تجي على لبنان إحياءاً لهذه الذكرى هي عم تكون المحفز الأكبر لإقامة عدة فعاليات السنة لأنه الذكرى الأربعين كانت الفعاليات أكبر وكان فيه أنشطة أكثر وعدد الوفود الأوروبية التي أجت كمان بتضم حوالي المئة شخص من أوروبا وحتى من أمريكا إضافة للفعاليات التي صارت خلال الأيام الماضية اليوم كان فيه الاحتفال المركزي بمنطقة الغبيري بقاعة رسالات ضم أهالي الضحايا الوفود المشاركة وطبعاً الفصائل والأحزاب اللبنانية كانت كل ياتها موجودة وعملوا مسيرة نحن وياهم وصولاً إلى مدفن الشهداء في صبرة جانب المخيم تم وضع أكليل من الزهر على النصب الرمزي اللي موجود هناك وهذه الاحتفالية عم تتكرس سنة بعد سنة وخاصة أنه ما في معالم يوماً ما لا يأخذوا عدالة غير بالإعلام ما حداً يعطي عدالة لأهل الضحايا غير الإعلام اليوم اللي عم ينقل هذه المجازر طيب أيضاً هذا يعني في هذا العام أطلقتم مبادرة لإقامة معلم في منطقة المجزرة صحيح المفارة أنه المدفن اللي موجود فيه ضحايا المجزرة هو ملكية خاصة ونحن حاولنا خلال السنين الماضي مع الجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية وحتى كمان مع الأحزاب اللبنانية والفلسطينية التوجه لشراء هذا العقار من أصحابه لإقامة معمل معلم لكن لم نلقى أي صدى بهذا الموضوع واليوم نحن تحركنا باتجاه الحمل الشعبي عم نتوجه اليوم يمكن أول وسيلة إعلامية اليوم الميادين عم نطلع فيها لنقول أنه معلم صبرة وشتيلة إن شاء الله خلال الأيام القادمة سنعلن عن إطلاق الحملة من خلال تأسيس جمعية اسمها 1982 صبرة وشتيلة لإطلاق هذه الحملة لجمع التبرعات الشعبية أولا لأنه يمكن فقدنا الأمل أو كدنا نفقد الأمل من الجهات الرسمية للتوجه ووضع اليد على هذا العقار وشراءه سواء من الدولة اللبنانية أو غير الدولة اللبنانية نعبر نحن أنه طمس هذا المعلم عم بيكون مع مرور السنين قد يأتي يوم بعد يمكن عشر سنين أو خمستعشر سنة من التعديات التي عم بتصير على هذا العقار وعدم متابعته حتى من أصحابه وعدم قدرتهم على ضبط التعديات قد يأتي يوم أنه هذا المعلم منعود نلاقيه غير بلاطة صغيرة مكتوب عليها صبرة وشتيلة 1982 ومنكون نخسرنا المعلم الذي يوصق بشاعة العدو الإسرائيلي واحدة من أكبر المجازر والجرائم التي اقترفوها وعملهم وغريب جدا عدم اهتمام أي جهة فلسطينية أو لبنانية بشراء الأرض التي دفن فيها شهداء هذه المجزرة وعدم تحويلها إلى معلم أستاذ بيير أبي صعب من كم يوم ببرنامج وفي كل الأحوال مرأة يمكن من باب السخرية على الموضوع وصدفة أنه يحكي عن الموضوع ونحن يمكن صرنا سنين نحكي بهذا الموضوع لمن فترة سنة تقريبا صار تواصل مع أصحاب العكار وحطينا نحن وياهم مزكرة التفاهم للوصول لهذا الشيء إن شاء الله يتحقق خلال الأشهر القادمة شاء الله وبتأكيد الميادين ستواكب إطلاق هذه الحملة الشعبية نعاول عليكم لوصول لكل المجتمعات الغربية يمكن قبل العربية التي تبدأ حماسي لهذا الموضوع شاهدنا في التقرير وجود ممرضة كانت موجودة في بلجيكية كانت موجودة في وقت المجزرة وأيضا غيرها من الأجانب ومحاولاتهم لدعم الفلسطينيين في هذا الشأن ولكن بعد أربعين عام لازال الفلسطينيون ومن شهد على هذه المجزرة يأملون ويطالبون بتحقيق العدالة هل هناك أمل بتحقيقها؟ اليوم الأنظمة التي متوقع منها أنها تحمل العدالة والحرية هي جزء من المؤامرة التي صارت على الشعب اللبناني والفلسطيني من يوم تهجيره من 48 وصولا للمجزرة ومواعد المجزرة نحن لا نتوقع من هذه الأنظمة يوم ما أنها تحمل مشعل العدالة اليوم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بالداخل والخارج والمقاومة اللبنانية القوة التي لديهم سيوصلوا للعدالة وصوق المجرمين إلى القفص إن شاء الله عدالة دولة فلسطين هي بعودة الأرض لكل الشعب الفلسطيني وعودة الشعب الفلسطيني لأرضه وعندها العدالة لأهالي الضحايا طيب أستاذ معني يعني بعد أربعين عام على هذه المجزرة كيف هو وضع مخيمي صبرة وشتيلة وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم يعني احنا كنا نحكي عن مأساة الشعب الفلسطيني قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل 2019 كنا نحكي عن تقصير الدولة ولجنة الحوار الفلسطيني وكل المنظومة الحاكمة في لبنان تجاه المخيمات الفلسطينية من ضعف الخدمات البنى التحتية والاجتماعية والصحية إضافة لضعف المنظمات الدولية بتمويل بقاء الفلسطينيين اليوم بعد 2019 لأنها روى عم تسحب إيدها بكتير من الخدمات خاصة بالمدارس الوضع الصحي غير جيد يعني مطلقا داخل المخيمات المنظمات الإنسانية عم تخفف كتير من التمويل ويمكن بلشوا كمان يخففوا أكتر بعد الأزمة الأوكرانية إضافة إلى غياب اليوم الكهرباء مش بس بالمخيمات بالمخيمات وخارج المخيمات وعدم وجود المياه كمان بالمخيمات وخارج المخيمات بالتالي اليوم المخيمات عم تشهد يمكن ببعض المطارح حركة نزوح منها تجاه بعض الأحياء اللي هن متوفرة فين هذه الخدمات كل شكر لك أستاذ معن خليل وأنت رئيس بلدية الغبيري على وجودك معنا وشكرا لكم على كل جهودكم بهذا تكون المشهدية اكتملت لهذه الليلة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة